تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم مع صدور مجموعة من التقارير المحبطة عن الأرباح إضافة إلى تأثر المعنويات بإشارة مجلس الاحتياط الفيدرالي لأنه من غير المرجح خفض الفائدة مبكرا وشهدت البنوك أكبر هبوطن إذ بلغ 11% بقيادة تراجع سهم بنك بي أم بي باربيا الفرنسي بمعدل 17% عند بدء التداول نتيجة عدم تحقيق الأرباح الفصلية المتوقعة دفع البنك مؤشر كاك أربعين الفرنسي للتراجع وكان سهم شركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية من بين الأسهم الخاسرة أيضا وهبط 17% اتجاءت توقعات الشركة لعام 2024 دون التقديرات ترجمة نانسي قنقر